رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شارون الذي يعيش في غيبوبة منذ نحو سبع سنوات يظهر نشاطاً دماغياً مهماً في آخر فحص برنين مغناطيسي كما صرح الطباء وعصاب إسرائيليون وطبيب أمريكي أجروا له اختبارة متقدمة إذ خضع شارون لفحص بالأشعات المقطعية لتحديد مدى ونوعية نشاطه الدماغي مع استخدام وسائل حديثة وجد متطوراً لا يمكننا توقع أي شيء لكننا نعلم اليوم أن بإمكانه الاستجابة بشكل واعي لبعض المعلومة وتحليلها لقد كان واعياً على ما يبدو وهذا مهم جداً بالنسبة لعائلته ونقل شارون الذي يبلغ من العمر 84 عاماً الخميس من مستشفى تالها شمير في تل أبيب حيث يرقد منذ 2006 إلى مستشفى سوروكا من أجل إجراء اختبارات بالرنين المغناطيسي قبل إعادته في اليوم نفسه إلى المستشفى الأول الجنرال السابق أصب بجلطة دماغية في 2006 وهو منذ ذلك الحين في غيبوبات تم ترجمة نانسي قنقر